بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في Logical Expressions أو البوليان expressions في الدرس إن شاء الله راح نستعرض بعض الأشياء يعني المتعلقة ونأخوذها من البوليان الجبرة في الرياضيات ولها أهمية نوع ما في البرمجة يعني تعطيك فكرة عن كيف ممكن أنك تكتب بعض أجزام البرنامج بأكثر من طريقة في قوانين في بوليان الجبرة هي القوانين التالية أو مثلا معروفة من بوليان الجبرة أو من الجبرة البولي من الرياضيات في قوانين مثل كذا مثلا لو عندك two variables لو نفرض أن عندك boolean a و boolean b ونفرض أنك عطيت a قيمة وعطيت b قيمة من المعروفة أنه a لو قلنا f a and هذا طبعا هذا مستخدم في البوليان الرمز في البوليان لكن في الجافة نكتب and a and not a a and not a بعدين system.out.println لو جاءك مثال زي كذا مثلا و جاءك برنامج زي كذا مهما كان الحساب اللي هنا حساب a فإنه نعرف أنه system.out.println هذه لن تتحقق أبدا أو لن يتم تنفيذة أبدا دائما نقول من البوليان الجبراء نقول أنه a and not a دائما يساوي false مزيين؟ يعني لا يمكن أن يتمع الشيء و نقيضه أو الشيء و ضده زي ممكن تكون a true و not a نفيها أو نقيضها true زيين؟ هذا شيء واضح و معروف يعني من الحياة يعني تفهم و واضح جدا فإذا في برنامج هنا نعرف دائما أنه ال if statement هذه ما لا فائدة زيين؟ ال if statement هذه وجودها كعدمها لأنه هذا الجزء من البرنامج لن يتنفذ مطلقة سواء system.out.println أو مهما كان الجزء هذا زيين؟ بالمقابل لو كان عندي if statement ثانية تقول if a or أو دعنا نقول b or not b زيين؟ و عندنا system.out.println مثلا أو حاجة ثانية أي مجموعة من ال statement see now statement أو شيء زي كذلك دائما هذه قيمتها true معروف أن b or or not b دائما تساوي true زيين؟ إذا سألتني قلت أنه هل ممكن يتحقق الشيء أو نقيضه؟ أكيد طبعاً أكيد أنه يتحقق الشيء أو نقيضه فإذا هذا دائماً زيين؟ دائماً true فإذا هذه ال if statement برضه ما لها فائدة نفس ال if statement هذه هذه ما لها فائدة لأنه هذا ما راح يتنفذ أبد هذه ما لها فائدة لأنه هذا دائما راح يتنفذ زيين؟ فإذا في الحالة الأولى هنا نستطيع أن ننشيل ال if statement هذه مع اللي فيها هنا بكل بساطة من البرنامج بدون أي خسارة في الحالة الثانية هذه نستطيع أن ننشيل ال if statement اللي هنا زيين؟ لأننا نقول أن هذه متنفذة متنفذة طور الوقت زيين؟ فإذا هذه ال if statement كان نقلت if false طبعاً if false معنات ما راح تنفذ أبد هنا كان نقلت if true زيين؟ أرجو أن يكون هذا الشيء واضح طيب خلو نشوف أشياء إضافية لو قلنا if not a and b زيين؟ هذه الجملة مكافئة لو قلنا if not a or not b وهذا هو نسميه ديمورغان لو زيين؟ من المعروفة الرياضية ديمورغان ديمورغان لو هذا الأظنه الثاني أو الأول على كل فif not a and b لاحظة أني حطيتهم بين قوسين هنا عشان يكون الأولوية لعملية and هنا عفواً مرة ثانية يعني أنا أخطيت هنا الواجب أني أستخدم and زيين؟ وهنا الواجب أني أستخدم or زيين؟ إذن if not a and b مضبوط هي نفسها if not a or not b إذن البرنامج سواء كتبت الف كذا أو كتبت الف كذا نفس الشيء طبعا ما يعني هذا أنه راح تكون دايماً true أو دايماً false زي اللي فوق لكن المهم أنه طريقة يعني لو كتبت برنامج بطريقة هذه جاء واحد كتب برنامج يعني بالطريقة هذه فإنه نتيجة متطابقة مضبوط؟ نفس الشيء نفس الشيء not a or b هو نفسه equivalent زيين؟ لي not a and not b هذا نفس الشيء هو دي مورغان زيين؟ إذن سواء كان الشرط كذا أو كان الشرط كذا فإنه متطابق الشرط وهذا يفيد في بعض الأحيان أنك تعيد كتابة الف statement بحيث أنه يكون الشرط مفهوم أكثر أثناء قراءته أثناء لما تقرأ الشرط يكون طبعا حين عندنا هنا a و b يعني واضح أنه يعني مو مفهومة يعني مو بواضح شرط لكن لما تقرأ يعني برامج وفي variable أسماء variables واضحة شوي يعني ومفهومة يعني قد يكون طريقة كتابة البرنامج كتابة برنامج بطريقة هذه أفضل من كتابته أسهل للقراءة بطريقة هذه أو العكس نضبوط أثناء كتابة البرنامج أسهل قراءة الشخص يعني لو أنت بعدين ترجع البرنامج تقراه طيب برضو لاحظ أنه عندنا لما نقول نقول not a أكبر من b هذا مكافئة ل a أصغر من أو يساوي b وشأقصد هنا أنه إذا كانت a ليست أكبر من b هنا نفي مضبوط فهي معنات أن a أصغر من أو تساوي إذا كانت ما هي أكبر من b أكيد أنها أصغر من أو تساوي b قيمة a واضح؟ بس في ملاحظة هنا مهمة جدا هو أنك تنتبه لما تحط not هنا لأنه not سيكون كلها أولوية فهذا هنا معناتها not a أكبر من b وفي الحالة هذه دعنا نقول x و y يعني عشان كأنهم إنتجر x و y أفضل من a و b نقول x و y زي لأنه كان نقارن هنا بين إنتجر إذا إنتجر أكبر من إنتجر أصبح من إنتجر فالملاحظة اللي هنا أنه not x ما لها معنى هذه ملاحظة مهمة not x ما لها معنى لأنه راح تطيك error زي لأنه not لازم يجي معها دقينا not وبعدها حاجة زي هذه الoperator not وهذا الoperant إذا سوينا شي هذا لازم يكون الoperant هذا logical expression لازم تكون نتيجته true أو false لو كان x والx إنتجر فإنه الانتجر دائما الـ variable من نوع إنتجر نحسبه على أنه ماتمتك الإنتجر simple ماتمتك الإنتجر نفس الطريقة نقول مثلا not x أصغر منه يساوي y equivalently x أكبر من y إذا الـ x ما هي أصغر منه أو تساوي y فإنه x أكبر من y وأخيرا not x تساوي y هي نفسها x لا تساوي y ورجونا انتباه هنا أنه هذا operator النفي not هنا هذا operator وليس جمع بين two operators هذا operator وهذا operator فرجونا أنك ما تلخط بين الاثنين هذا ولا هذا operator عدم المساواة هذا operator النفي هذا operator not equal هذا operator not فرجونا أنك ما تخلط بين الاثنين المهم من هذه كلها equivalents لو في الف statement استخدمت هذا أو استخدمت هذا كل الاثنين يعني يمشي